موسيقى نجات تحية وما الأخرى مع حضراتكم مشاهدين الكرام فولة وفقرات بردمجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد بالتأكيد دور كبير بتلعبوا الدولة المصفية تحديدا في مجال التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وضمها للرقع الزراعية وبالتالي شوفنا ده متمثل في العديد من المشروعات الزراعية الهامة اللي فتتحت سواء بحضور فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا بالعديد من التوصيات اللي من شأنها التوسع في كافة الحاصلات الزراعية وخاصة الستراتيجية منها النهارة هنتكلم مع حضرتكم عن نوع من أنواع النباتات اللي في غاية الأهمية وفي نفس الوقت بتصلح زراعتها في هذه الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا وهو الزهب الأخضر أو نبات الججوبة طبعا نبات الججوبة له استخدامات عديدة وكثيرة جدا تدخل فيه عدد من المجالات عشان كده نفتح عديد من التفاصيل إن شاء الله معضفنا العزيز الدكتور أشرف حماد باحث أول بقسم بحوث الزيتون والفكة وفكة المناطق شبر جافة بمعهد بحوث البستين ورحب بيك دكتور تحيات الحضر أهلا وسائل فاندم أهلا بيك أستاذ الحضر بس في البداية اللي ما عندهوش خلفية عن نبات الججوبة إيه هو هذا النبات وأهميته بشكل عم نبات الججوبة ده نبات صحراوي تمام بيجود في الأراضي الصحراوية نبات له مقدرة كبيرة جدا على تحمل الكثير من الظروف الصعبة والطربة الغير جيدة اللي يصعب فيها زراعة محاصيل أخرى فهو نبات شجيري عبارة عن شجيرة بتصلح جدا بتحمل ملوحة التربة والمياه لدرجة عالية قوي وكمان بتحمل الجفاف أو كلة المياه على وعلا إن معاملاته السمادية قليلة وبيحتاج أو نقول مش نبات مجهد زراعيا في عملياته المختلفة طيب فوائد الججوبة أيها وأهميته بشكل عام هذا النبات يا دكتور أهمية هذا النبات كل جزء في النبات ده له أهمية خاصة يعني إحنا لو أعرضنا في الأول بعض يعني الأهمية السنوية عايز أقول لحقك أن النبات نفسه أو الشجيرة نفسها ممكن أزرعها في مناطق الزحف الصحراوي أنا أبدأ بأقل الأهمية تدرجا للوصول لأعلى استفادة أنا ممكن أزرع النبات ده في المناطق المعارضة للزحف الصحراوي فبالتالي بتعمل تثبيت لزحف الرمال ده جزء ممكن أستعمله في الزينة في المناطق اللي هي تتميز بنضرة المياه ممكن أستعمله كأسوار ممكن أستعمله كنبات راعوي بس طبعا لو استخدمت الججوب الاستدامات دي يبقى أنا طبعا بأهدرها أنا ببدأ بالاستخدامات من الأقل الأهمية إلى الأيه إلى الأكتر أهمية لكن إحنا المنتج الأساسي عندنا في الججوبة اللي هو زيت الججوبة ده المنتج اللي بيتم الحصول عليه من البزور بعد عصرها اللي بتحتوي حوالي من 35 إلى 45 تقريبا في المية زيت زيت الججوبة ده زيت لهم وصفات فريدة لأنه زيت احنا بنسميه شامع سائل يعني زيت بيحتفظ بالذوقته في دركة الحرارة العادية الزيت ده من أنظر أنواع الزيوت يمكن هو أشبه بزيت كبد الحوت اللي هو حرم صيد الحيتان في الفترات الأخيرة الزيت ده أساسا 90% منه بيستخدم فيه كوزماتيكس أو مستحضرات التجميل الفائقة الجودة والعالية الجودة جدا لأن الزيت ده أساسا لما يعني له تركيب كيميائي وسفن الفضاء وممكن كمان بيستعمل أو فيه دراسات حاليا لاستعماله كبديل لزيوت محركات السيارات ليه؟ احنا كلنا بنغير زيت السيارات عندنا بعد عدد ساعات من التشغيل معينة سواء كان 3000 أو 5000 أو زيت الججوبة بقى فيه ميزة جميلة أنه بيحتفظ بالذوقته مع ارتفاع درجة الحرارة يعني احنا عندنا زيوتة العادية بعد فترة معينة لعدد ساعات تشغيل بنغيرها عشان خلاص بيكون فقدت اللزوجة بتاعتها فدورها هكون انتهاءة لأ زيت الججوبة بيحتفظ بالذوقته مع ارتفاع درجة الحرارة فده بيدينا فرصة أنه يستعمل زي ما تحكي في الطائرات ومحركات وصفن والفضاء والسواريخ وكذا وبرضه فيه امكانية لاستخدامه بعد طبعا معاملات معينة كمحركات السيارات ده استخدام تاني مكلف بايا دكتور؟ يعني كما استخدم كمحرك للسيارات اعتخذ عيب أمسا؟ لا مش هيكون مكلف مش هيكون مكلف ليه؟ مع عدد ساعات تشغيل يعني إذ كنا أننا رضا بنتكلم في 3000 ساعة تشغيل أو 5000 5000 أو 10 3000 لأ فلما نوصل لعشرين ساعة عشرين ألف ساعة أو كم ساعة ممكن باكستخدام تكون جيدة استخدام يبقى احنا قلنا استخدام أول كوزماتيكس وده الأكثر شهرة تمام استخدام تاني اللي قلنا عليه فيه استخدام تالت بس هو يعني على نطاق علمي نجح على نطاق علمي يبقى أنك تحول الموضوع ده لاقتصاد بقى يعني احنا تم إنتاج من زيت الجيجوبة بديل للبنزين والسولر الوقود اللي هو عشان كي يقولك الجيجوبة أو زيت الجيجوبة وقود حيوي أي أو وقود الصحراء بالفعل بالتعاون مع أسات ذات هندسة في جامعة حلوان تم بالفعل إنتاج نوعين من زيت من الوقود من زيت الجيجوبة نوع بديل للبنزين ونوع بديل إيه للسولر لكن هذا على نطاق علمي يعني علميا أمكن لكن حتة بقى نحنا نقول نستعملهم بديل لا أتصاديا لسه فيه طبعا إيه ده على نطاق علمي بس تمام زراعة نبات الجيجوبة إيه بقى المواصفات اللي إحنا من خلالها ممكن نزرع نبات الجيجوبة طريقة الزراعة بتكون إزاي فترة النمو بتاع هذا النبات وعشان نحصل على إنتاجية منه بتاخد قد دقيقات أهم معاملات الخدمة الخاصة من نبات الجيجوبة فضلي بالنسبة للجيجوبة التوسع في زراعة الجيجوبة أصبح اختيار والطرار أيوه يعني نوضح المعنيين اختيار ليه لأنه بالفعل نبات مناسب جدا وأصبح مربح جدا واستخداماته متعددة إذن أنا كمزارع ممكن أختار أني أزرع نبات الجيجوبة تمام وفي جانب آخر بيكون زراعة أحيانا اضطرار اضطرار بمعنى إيه أنا أو دلوقتي احنا معظم توسعاتنا في أراضي جديدة أراضي جديدة معظم الأراضي الجديدة بيكون لها مشاكل معينة سواء كانت مشاكل مثلا في ملوحة طربة أو ملوحة مياه راي فوق رقم معين أو مثلا كلة مياه ففي الحالة دي بيكون اختيار للجيجوبة لا اضطرار لأنه لن يصلح في أزين نوعية من الأرض الهامشية أو الغير جيدة إلا لإيه الجيجوبة فهنا بيبقى إيه التوصية اللي ممكن نقولها الكل من زريع الجيجوبة ياخدوا بالهم من إيه وإزاي نقدر نحافظ على النبات بتاعنا عشان نقدر نحصل على أفضل أنت جاية ومكانة منه طيب نقول مبدئيا أن في أخطاء في الزراعة يمكن تدركها مع اليام أو مع السنين يعني مثلا أنا لو ما سميتش النبات السنية دي كويس مش هاخد محصول بس ممكن هيبقى قائم ممكن السنة الجاية إيه أعوض واضح لن أراعيه لكن في غلطات لن يعني ما بتمش تدركها وهي الزراعة نفسها والسلالة اللي بزراعها أهم نقطة نقولها في التوسع في زراعة الجيجوبة بلاش الزراعة عن طريق البزور لمشاكلها الكتيرة جدا تمام وضعف إنتاجيتها ويكون البديل هو الزراعة الشتلات المخصرة خضريا من سلالات مقيمة ومنتخبة عالية الإنتاج تاني معلش الجملة لأن كل كلمة في هذه الجملة لها إيه معنى يبقى نتجنب الزراعة بالبزرة إلا في برامج التربية فقط للأبحاث بنزرع بالبزرة إحنا عشان نعمل تربية ونعمل انتخاب وشغل علمي لكن الزراعة الإقتصادية يجب أن تكون الزراعة بشتلات مخصرة خضريا بالعقلة من سلالات مقيمة ومنتخبة عالية الإنتاج كويس جدا أكثر المشاكل اللي بتواجه زراعة الججوبة عندنا في مصر إيه ممكن يا دكتور؟ أكثر مشكلة الناس اللي بتزرع بالبزرة ده رقم واحد بالشتلات أفضل طبعا لأن النبات اللي جيجوبة أساسا نبات وحيد الجنس سنائي المسكن يعني نبات زكر ونبات أنسة فلما بيتم الزراعة بالبزور في الطبيعي أنا محتاج 10% بس نباتات مذكرة و90% نباتات مؤنسة يديني محصول تماما فأنا لما بزرع بالبزور احتمال أن النبات ده يطلع زكر 50% واحتمال النبات ده يطلع أنسة 50% فبالتالي بتبقى مشكلة كبيرة مش عارف إيه اللي هيطلع وبعدين مش بيتعرف الجنس النبات إلا بعد التزهير ده من أهم المشاكل في مشكلة تانية جمع بزور الجيجوبة الجمع مازال إلى الآن يدوي هي البزرة بتقع بتسقط على الأرض وبيتم جمع يدوي من على الأرض تمام هي صح أنا مش مرتبط بماعات جمع معين يعني ليش مثلا صمرة مثلا زي الزيتون خلال يومين اتنين الجو مثلا ترتفع تركة الحرارة فأنا عاوز الصنف ده تخليل أخضر لا اسودت إذا بدخلت في مشكلة لا اسمرة بتقع مجمعها يعني في أي وقت عندي متسعة من الوقت بس الجمع اليادوي مكلف والجمع الميكانيكي مازال فيه محاولات كويس جدا هل ممكن فيهم العيامي الجوجوبة يكون بديلة للبترول يا دكتور؟ لا لا والجملة دي يعني محدش هيقولها إلا أنا بقى لي بقى لا اقتصاديات اقتصاديات يعني اقتصاديات احنا عملناها علميا علميا تنفع لكن أنا عشان تقول لي حضرتك الجوجوبة هبنستورة 90% من زيوت محركات السيارات تمام تقول لي الجوجوبة زيت الجوجوبة ممكن يحللي مشكلة زيوت محركات السيارات أقولك آه لكن عشان حضرتك تقول أن أنا هستعيد عن البترول بزيت جوجوبة يبقى أنا محتاج أزرع ملايين 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 من الأفدنة لهذا مساحة كبيرة جدا مساحة كبيرة وبعدين الاقتصاديات فين يعني فين الاقتصاديات النهاردة حرارك مثلا يعني ليتر زيت الجوجوبة النهاردة واصل حرارك بعمل جنيه أوكي طيب فأنا النهاردة لما هصنعه لما بديل سولر أو علميا ينفع لكن اقتصاديا إيه صعب جدا لو اكتفينا لو توسعه في زراعته بشكل كبير جدا ومكسف ممكن حالك بتقول إحنا محتاجين ألاف الأفدنة ملايين ملايين الأفدنة عشان خطر نعرف يكون بديل البترول كعلميا ولكن اقتصاديا هيبقى صعب جدا طيب احنا بنتكلم برضو عن ان احنا نزرع الجوجوبة عن طريق الشتلات أفضل من الفزور أيها زبا ده أفضل لنا عشان خطر يعني نتحكم في جزئية الشجرة ومذكرة ومعنسة نسبة الزكور بيع الشتلات الجوجوبة الأأمن والأفضل ممكن نحصل عليها منين يا ده هو يعني الأأمن الحصول عليها من مركز البحوث الزراعية مع البحوث البساتين تجاهة حكومية طبعا دي يعني وطبعا فيه يعني مشاتر خاصة بعض المشاتر الخاصة عندها أمينة لا نسكر أي اسمها طبعا بعض المشاتر عندها أمينة وعندها أمهات فعلا منتخبة وجيدة ولكن هذه قلة لكن الأكسرية للأسف بتنتهي أمنته العلمية عند أنه يعطيك نبات مؤنس فقط لغير لكن هل هذا النبات فعلا من سلالة مقيمة عادة النتاج أو لا ما أعتقدش تقريبا للمساحة المزروعة في مصر من نبات الجبل أديها دكتور والله ما فيش إحصاء دقيق إيه ما فيش إحصاء دقيق لأن حتى في الوزارة لما بنحاول نجيب بينات عن كده بتواجهنا مشكلة إن معظم زراعات الجبل حالية في مناطق جديدة غير محيزة يعني الوزارة ما عندهاش حصر بيها وينسميها مناطق غير محيزة فبالتالي بيصعب تحديد رقم فاعلي لمساحة الجبل في مصر وإن كان هو فيه توسع أو في زيادة مستمرة زي ما نتحدث لأنه اختيار والطرار في ناس عندها وعي علمي وبتفكر خارج السندوق وبتعرف قد إيه النبات ده مربح ومش مجهد والنبات والناس أخرون بيقى عنده طبيعة الأرض هو ما كانش في الماء وغيزر على الجبل لكن هو الأرض حالتها مش جيدة عمل تحليل مية عمل تحليل تربة فاتوصلوا إنك لقى تزرع كذا أو كذا ما ينفعش إلا كذا أو كذا فبين الأمرين بيحصل فيه توسع كبير في الفترة الكيرة كويس جدا طيب إحنا بنتكلم برضه عن جزئية فعادة الأمية خاصة ب إزراعة الججوبة في مصر هل يعني عملية التسويق الخاصة بالججوبة سهلة يعني دلوقتي لو مزارح حابب يعمل مثلا مزرعة أو مساحة كبيرة جدا يخصصها لنبات الججوبة أخبار التسويق إيه تسويق بيكون عن طريق حد معين ولا أنا أسوقها من نفسي أو إيه لأن نجاح أي يعني آآ منتج جديد أو أي محصول جديد لازم يعني بتوقف على عملية التسويق فأخبار التسويق الججوبة عندنا في مصر إيه وإزاي بتتبني يا فندم بشكلة وفعلا من الأشياء المقلقة لكل مزارع بيزرع آآ آآ نبات أو آآ محصول مش هيقدر ينزل يبيعه في السوق أي أنا هوادي فين أصلا أنا مش هنزل بيه السوق مش هحمل وانزل بيه السوق زي أي صحيح هحصي الخضار أو الفاكهة وهيتباع وإيه كذا هؤلاء كانت فيه مشكلة لفترة معينة في تسويق نبات الججوبة لكن حاليا مع التوسع ومع الإنتاجية الكبيرة تدت شركات كبيرة في مصر وأصبح في العديد بتاخد هذه البذور وبتقوم بعصرها والبعض بيستعملها طبعا بدون ذكر أسماء والبعض بقى في حالين تصدير للزيت فالمجال اتفتح والاحتقار ده تم كسره وأصبح مبشر يعني احنا بنصنع زيت الججوبة عندنا في مصر هنا آه بفيه معصر أو مصانع يعني بتاخد البذور وتعصرها عندها أو تاخد الزيت نفسه وتدخله في الصناعات المختلفة موجود إيه الدولة اللي قدرت تستغل نبات الججوبة لاستخدام الأمثل في الصناعات المختلفة دكتور وقدرت إنها تطوروا الموضوع بقى شكل أفضل يعني أمريكا عملت إيه بقى؟ آه لأن أمريكا موطن الأصلي لججوبة أسحار الصنورة بين أمريكا والمكسيك ده الموطن الأصلي آه قدرت إن هي من زيت الججوبة أمريكا تدخله في صناعات يعني إحنا ما أنا يعني أكثر حقا كوزماتيكس أي أو مستحضرات التجميل لا هي بقى دخلته في صناعات مختلفة جدا بيتروكيمويات بيلاستيك استخدامات طبية حاليا يعني حاليا بيستخدم الججوبة زيت الججوبة نفسه مراهم واستعمالات طبية وجلدية متعددة جدا أمريكا قدرت إن هي تدخل زيت الججوبة حتى لدرجة كمان بيستخدم في تشميع بعض الحاصلات البستانية في محطات الفرز والتعبئة ما شاء الله قدرت تحضر منه مبيدات مكافحة حيوية ترش بيها فبالتالي تقلل استخدام المبيدات الكيميائية وتأساتها تضرر فبالفعل استخدم في نطاق واسع جدا النصيحة اللي حابب تختم بيها وتوجيها لكل يعني مزارع الججوبة ما شاء الله تحب تقولهم يا دكتور طيب أحب أقول مزارع الججوبة أول نصيحة يدقى جدا في اختيار الشتلة اللي هتزرع لأن الغلطة هنا صعب يتدركها تمام ويحصل عليها من مصدر موسوق فيه تمام أنه يزرع بمسافات زراعة مناسبة كويس وأنا بقول يعني مش أقل من اتنين فاربعة تمام اتنين بين النبات والآخر واربعة بين الخط والآخر ما يقلش أي حال من الأحوال عن أربعة متر بين الخط والخط لو عايز يخلي بين النبات والنبات متر ونص أوكي أنا موافق لكن أربعة متر بين الخط والخط لازم والناس اللي بتفكر إنها بقى كده تجمع ميكانيكيا يستحسن كمان يخلي بين الخط والخط خمسة متر دي نقطة من حيث نقطة التانية إنه ما يزودش نسبة الزكور في الفدان عن من عشرة لاثناشر في المية لأن كل نبات زيادة في الزكور بيقلل من الانتاجية تمام والرأي والتسميد الجيد والاهتمام إن شاء الله يكون كل خير طيب في الفترة اللي جاية والمرحلة اللي جاية شايف إن شاء الله قدرين نحن توسع أكثر في نبات الجوبة خاصة مع المشروعات العملاقة للتوسع في الرقعة الزراعية عن طريق استراح يعني ألاف الأفدنة وملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية الفترة اللي جاية حضرتك حضرتك احنا في هذه السنة والسنوات اللي فاتت بنعيش وقت تغير مناخي ومشاكله وأضراره اللي أصل على محاصيل كتير جدا صحيح التغيرات المناخية أصرت بالسلب على العديد من المحاصيل يمكن زي الزيتون والموالح والمانجو فلما كنا عندنا نبات الجيجوبة نظرا لأن هذا نبات أساسا بيزرع في مناطق مختلفة جدا من العالم متبينة مناخيا فإذا هذا النبات عندنا في مصر لم يتأثر بأي تغير مناخي صحيح حصل فبالتالي أصبح ده أضاف له ميزة نسبية يعني علاوه على مواجهاته العديدة لا ظهرت لنبات الجيجوبة أخيرا ميزة نسبية وهي إن التغيرات المناخية أصلا اللي ضرت العديد من المحاصيل لم تضر محصول الجيجوبة وده أساسه إنه بتزيرها في مناطق متبينة مناخيا في العالم صحيح فده إدانا ميزة نسبية في التوسع فيه والتأكيد على أهميته إن شاء الله في الفترات القادمة إن شاء الله الفتر اللي جاني يتوسع بشكل كبير جدا خاصة لأهمية اقتصادية ومهم جدا زي أحاك ذكرت دكتور العملية التسوقية الخاصة بأي محصول جديد فلما يكون عندنا دعم للعملية التسوقية أكيد إن شاء الله أي حد يقدر يزرع الجيوبة هو مضطمن لأن المحصول بتاعه يعرف يبيعه ويعرف بعد كده يكمل المسيرة بكل نجاح شكرا جدا دكتور وتحيات الحديقة فاند من نورتنا شكرا لك دفنا العزيزة الدكتور أشرف حماد باحث أول بقس بحوث الزيتون والفكهة وفاكهة المناطق شبه الجفة بمعه بحوث البساتين شكرا فاند شكرا يا فاند لسا مكملين معاكم وشانا كرام بعد الفاصل فقرة حوارية أخرى من نهار جديد انتظرونا اشتركوا في القناة